شيخ محمد بكل بساطة ما الذي حدث في تاريخ السابع من فبراير لعام 2024؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قبل أن نتحدث عن موضوع السابع من فبراير يجب أن نعود إلى الوراء إلى السابع من أكتوبر وما حدث في ما بين غزة وما بين إسرائيل وانشغال العالم جميعا بهذا الأمر وانشغال طبعا المسلمين خاصة بموضوع غزة وما يحدث في غزة إلى آخره ونجد أن حتى الأطياف متعددة تندد بهذا الأمر ورغم ذلك التزمنا كخطباء مساجد بعدم الحديث مطلقا عن موضوع غزة نعم ليش التزمت بعدم الحديث عن موضوع غزة؟ لأنه هنا يعني ازدواجية في المعايير هل طلب منك هذا الشيء؟ لا هم لا يطلب أنتم من واحدكم اشتهدتم لأنه طبعا معروف هنا أن أي حد يتحدث في أمور غزة إلا المسلمين وكأننا المسلمون من أين جاء هذا العرف؟ من خلال ما يحدث في هذا البلد من أي إنسان مسلم يعني وكثير من الأوقات بيعتبرون المسلم هنا وخاصة الدعاء بن حسين واتهم حتى تثبت براءته من يعتبر ذلك؟ البلد هل تقصد السياسة؟ السياسة طبعا السياسة تتهم السياسة أن هي تنظر للمسلم أو أعلى لهم عنهم متهم حتى يثبت حكزا مش المسلم بس وخاصة المشتغلون بالدين يعني الأئمة وغيره وهم تحت الأنظار ونحن نعلم أننا تحت الأنظار تحت الأنظار يعني من خلال البوليس ومن خلال هذا يعني الأمر قديم نعم وكان يحدث أنهم الدولة ترسل إليك في أثناء خطبة الجمعة أحد الشباب يجلس ويسجل الخطبة ويترجمها ويبعدها للمخابرات تعرفوا هذا الشخص؟ مش شخص أصواء متغير كل مرة بيبعثوا حدا آخر حتى يسجل بسجله صوت ولا تصوير بسجله؟ هو المطلوب منه أنه يعني يقدم تقرير مين اللي يوكلوا بهذا الشأن؟ الدولة المخابرات المخابرات طبعا أمل للحكومة النمساوية ما هي واحد هم مش واحد ما علينا يعني إذن الأمن النمساوي هل هو كان شخص عربي يكون حدثت معي كذا مرة وجاءني بعض الشباب كما يقال في المصري هل ضبطوشي مرة؟ مش ضبط هو تحدث معي بباشرة قال لك أنا جاي أن أقول أنا معي عم الشيخ أنا اليوم عندك في الجمعة وأنا مكلف بهذا الأمر يعني في الخببة ما هي عناصر الخببة اللي انتحدثت عن المساوية هل الهيئة الإسلامية لها دور في هذا الأمر؟ لا أعتقد لا أعتقد خلينا في موضوعنا ما الذي حصل تماما فطبعا يعني هذا يعني يسير شجية أي إنسان نعم وخاصة طبعا إذا كان يسير يعني شجية الإنسان اللي هو غير المسلم فما بالك المسلم وكيف يعني أي إنسان يعني يستطعم الطعام والشراب وهو يرى الأطفال الرضع صحيح والنساء الثكلة وهم يعني يقتلون ويدمرون وتتحلل الجسد تحت الأنقاض وأغلب الجسد لم تخرج يمكن حتى يومنا هذا أكثر من 39 ألف قتلى في غزة حتى يومنا هذا ده دول فقط المحصيون تكلم عنه غير اللي كمان تحت الأنقاض وغيره طيب ويمكن كان بيخرج هنا مظاهرة إذن إذن إنت تفاعلت مع هذا الأمر تفاعلت معه بس تفاعلته داخلي تمام لم أعبر عنه خارجيا ما عبرت وحتى لو عبرت عنه خارجيا أعبره عن يعني في الغرف المغلقة طيب ماذا حدث ماذا حدث شو تسلسل الأحداث اللي صارت تسلسل الأحداث يعني أنا دائما كده لما بشوف مثلا واحد بيبعث لي يعني بوست قويس ولا شيء أقرأ بعضه وأحيانا بس نشره على صفحة الخاصة نعم على فيسبوك على فيسبوك فمن ضمن هذه الأشياء أحد الإخوة متعود دائما في كل أسبوع يرسل لي حاجة اسمها إشراقة وكلام من ده وفيها بنود طيبة تدعوه إلى الإخلاص تدعوه إلى العمل تدعوه إلى التوحيد يعني هل أدعي المتداولة عادي ما في أي مشاكل بداية ساعة ما رجلها طيبة نشرها على الفيسبوك على صفحة الخاص وشيء عادي يعني ما في يعني ما عندشي فوجئت يوم سبعة أو تقريبا إن أنا متهم بأن أنا بنشر يعني مين اتهمت الصحافة الميديا يعني تدريت من الصحافة بداية الميديا ما إجاك أي شيء لا لا في البداية من الصحافة أنا علمت بها يعني عن طريق أولادي إن الصحافة وخاصة ويتا اللي 24 نعم ونمسا يعني بغض النظر عن الأسماء اللي الصحافة نعم فطبعا يمكن يكون أول مرة ربما أقرأ البوست كاملة اللي نشرته اللي أنت نشرته على الفيسبوك ما قرأته سابقا ما قرأته قرأت جزء منه فأنت نشرته فنشرته نشرته أنت بالعادة بتنشر أي شيء بيجيك أي شيء طيب بيجيك أي طيب نعم أي شيء طيب منشور طبعا قدريت قالوا لك شفت الصحافة كاتب عنها كيك شو عملت يعني لأنا كنت قبلها حتى كمان بسويعات قبل ما أعلم كنت نشر بوست وأنا لا أدري لماذا الصحافة لم تأتي به كنت بأتي يعني أن الدين يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل جميعا بدين واحد ألا هو دين التوحيد ونحن كمسلمين لكي يكون الإنسان مسلما لا بد أن يؤمن بجميع الأديان السماوية وذكرت قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل وقلت أن المسلم لكي يكون مسلما لا بد أن يؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبجميع الكتب التي أرسلت بها من عند الله سبحانه وتعالى كذا لم يتم نقله لم يتم نقله لم يتم نقله نقله الجزء لا ورغم أنه يعني خلينا خلينا شيخ محمد قبل ما ندخل نحن يعني أتمنى لو الكنترول بس هيك يحطلنا جزء شوي هيك من الأخبار يعني هي اللي فعليا تم تداولها على احنا نشرنا جزء من هاي الأخبار يعني ما بعرف لو هي كانت ظاهرة بعد دعاء لفلسطين اعتبر معادل السامية المخابرات تقتحم منزل إمام في فيينا من أصول مصرية طبعا الخبر في كتير تفاصيل وبسبب منشور على فيسبوك إمام مسجد في فيينا يستقيل بعد أن استجوابته الهيئة الإسلامية يعني أستاذ شيخ محمد عفوا يعني على ما يبدو كان فيه هجمة مضادة مباشرة تجاهك الهيئة الإسلامية يقال أنها تبرأت يعني وقالت نحن بريئين من هذا التصرف وهذا شيء وصاروا يعني آسف صاروا يقال عنك في الإعلام شيخ الكراهية شيخ ترويج الكراهية هذا هذا الشيء والمعادل السامية يعني كل المفردات اللي بتتصورها تم استخدامها ضدك خلينا جزئية واحدة واحدة دريت من الإعلام دريت من الإعلام طبعا جالس تدعاء مضادتك الهيئة الإسلامية وكان تقريبا يوم خمستاشر لأن كنت أنا بالمشفى يوم أربعتاشر بيت يوم صحيح فروحت الهيئة الإسلامية وجدت رئيس الإسلامية نحن بهذاك الوقت كمان وجهنا لك نداء أنه أنه تكون موجود معنا حتى نحن فعلا وانا قلت يعني لبما حتى يحدث لك تضارب طبعا فقلت يعني لعل استدعتك الهيئة الإسلامية ماذا حدث عند السيد وكانت الهيئة الإسلامية وكان موجود أخونا رئيس الهيئة وطبعا هو من أصل تركي وكان معنا ومعه أحد الأخوة كمان فلسطيني اسمه الأخ نديم وكان معي رئيس الكلتس أخونا فريد جبل وجلسنا نحن الأربعة ورقل يعني رحب بنا وقدم إلينا مشروبا وكانت الجلسة يعني ودية جميل وحتى أنا سألته سؤال في الآخر يعني قلت له يعني ماذا تنصحني في هذا الأمر قال أنت يعني تقريبا نائب رئيس الكلتس العربي والإمام الأول للكلتس نعم فأرجو نحن أن أنت تتنازل عامهم موقت ذول اللي هو الكلتس نائب الكلتس ورئيس والرئيس الديني أو الإمام